موسيقى موسيقى نساءكم خير دايما بنقول كده للجميع الحق في الحديث في السياسة بالمناسبة لو احنا بنعتقد ان بنقول الجملة الشهيرة عن مليش كلام مليش في السياسة احنا مزيفين الحقيقة احنا طول النهار بنتكلم في السياسة واحنا بنتكلم عن الاسعار احنا بنتكلم في السياسة واحنا بنتكلم عن الغلا بنتكلم في السياسة وفرص العمل بنتكلم في السياسة ولما بنتكلم عن مؤتمر المناخي كاب 27 وهو مؤتمر حاسم العالم كله بيسميه اذا لم نحسم الامر في هذا العام فاحنا غالبا تأخرنا كثيرا فاحنا بنتكلم كمان عن سياسة المرة دي بقى سياسة دولية عشان نفهم ايه ربطة السياسة بكل هذه التفاصيل وإيه مكتسبات مصر مش بس السياسية لكن كمان الاقتصادية من كوب 27 إحنا نهارده محضرين شوية أسئلة كتيرة جدا جدا لأستاذنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحا رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بنوار شكرا دكتورة دينة أهلا بحضرتك توافقني أن إحنا كلنا محتاجين نفهم سياسة أكتر أكتر عمقة حضريك اتفضلتي قلتي أن هناك تشابك وتقاطع مستمر ما بين كافة مناحي الحياة وما بين السياسة لا يمكن أن كنت تفصلي أي حاجة بتجرى يعني هذي كنت قبل الفاصل أو قبل هذا الجزء من الحلقة بتتكلمي على الرياضة الرياضة مكومة مهمة النهارده في بناء معنويات الشعوب وفي الشعور بالفخر والفرحة فبالتالي أي نوع من أنواع القضايا المصارة مرتبطة بالسياسة لما تيجي لهذه القضايا بالتحديد أن تتكلمي على قضية المناخ لا فيه ارتباط بينها وبين السياسة سواء النظم حكم أو علاقات دولية لا يمكن أن كنت تفصلي بين البيئة أو المناخ كقضية وما بين السياسات المحلية أو السياسات الدولية والعلاقات الدولية وبالتالي لازم نتفهم أمرين قبل أن نبتدي نتكلم أمرين مهمين جدا أن العالم بات منتبها لهذه القضية مبكرا يعني من السبعينيات والثمانيينيات بدأ الحديث عن قضايا المناخ لغاية سنة 92 لما اتعملت الاتفاقية اللي تم إقرارها سنة 94 وابتدت المؤتمرات تنعاقد كوب من سنة 95 مصر كانت من أوائل الدول الموقعة لهذه الاتفاقيات وده إنعكاس لمأساسة هذه الدولة لقدرات هذه الدولة لإدراك هذه الدولة لمكانتها يعني الدولة المصرية دائما أبدا دولة متفاعلة مع قضايا المجتمع الدولي بصورة إيجابية تنم عن رغمتها في تحقيق السلم والأمن والتعاون الدولي بما يحقق مصالح البشرية مصر بنقول دائما مصر سالة إنسانية للبشر وده حقيقة مش لازم نغفل عنها إن الدولة المصرية حتى في تفاعلاتها الإقليمية بتقدم النموذج الرشيد في إدارة هذه التفاعلات بهدف تحقيق المكسب للجميع إذن أنت تتحدثي عن دولة نموذج ودولة رائد على مدار التاريخ لما ده بيتفعل على أرض الواقع مع قيادة لديها قدرة على اتخاذ القرار الصائب وفقا لرؤية استراتيجية بتبقى حكمة لها بتشوفي مزيد من التفعيل لهذه المكانة وهذا الدور الموجود للدولة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي لأنك لا يمكن أن تفصلي ما تم على الأرض المصرية من إنجازات طول الفترة اللي فاتت عما تحققه مصر من نجاحات في ملف كاب 27 بعضنا مش قادر يربط يعني هقول لحدوتك بصراحة كده بعض الناس بتقول الدول اللي صاحبة التأثير الأكبر بتفاوض وبتفاوض بقوة لأنه هو المتحكم في الاقتصاد العالمي باقي الدول هي بشكل أو بآخر مضطرة إنها توافق إلى أي مدى وجود كاب في أرض مصر خلينا بطرف أقوى في المفاوضات مد الكاب النهاردة ليه معنى أكيد؟ إحنا طرف فاعل بصورة أكبر استنادي تحديداً أيه أكيد طب التقديم اللي إحنا عملناه واللانه شكل حريك أنك تحتيل بفرصة فيه ده مرتبط برؤية مصر الكاب رؤية مصر الكاب عشان نقدر نفهمها لها أربع محاول رئيسيين المحور المتعلق بالتخفيف من أثار التغير المناخي المحور الثاني متعلق بسياسات للتكيف المحور الثالث متعلق بالتمويل اللازم لهذه السياستين الصادقتين والمحور الأخير يتعلق بالتعاون اللي هو مبدأ رئيسي حاكم للدولة مصرية يختلف مع وجهة النظر اللي إحنا بنتكلم عليه سياسة فرض الأمر الواقع سياسة فرض الأمر الواقع دي دفع دفعة البشرية في الدول النامية التمن بتاعها غالي جداً ولابد من الالتفات إلى التشابكات علشان نبقى فاهمين هذه الدول التي ترغب في فرض إرادة أحادية في قضايا شائكة زي قضية المناخ لازم نتفهم تماماً هذه قضايا مرتبطة بقضايا قضية الزراع على سبيل المثال إذا حدث نوع من أنواع السيطرة على مزرعات الدول النامية التأثر بالأحداث يعني حدث شفتي الأحداث الحرائق وإلى آخره اللي حدثت في عديد من الدول النامية في الفترة الأخيرة نتيجة تغير المناخ اللي بيحصل إذا حدث نوع من أنواع ذوبان الجليد ومن ثم أنك أنت بتشهدي نوع من أنواع التهديد للدول المتشاطة على البحار أو المحيطات بالإضافة إلى الجزر الصغيرة لما بتشوف التهديدات اللي بتحصل للشعوب الأصلية لما بتشوف كل ده لازم أن احنا نتوقف ونتفهم الأثار المترتبة على ده أن الارتدادات أو الانعكسات على الدول المتقدمة في منطقة خطورة أهمها الهجرة غير الشرعية أهمها زهور مجموعة من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية النتيجة عن هذه الهجرة في داخل هذه المجتمعات المتقدمة أهمها التحديات الاقتصادية المفروضة لما بتغلي في كل ده بقى ونبتدي نتكلم على أن ده بيزيد تأثيره وتفعيله نتيجة أزمات العالم كله بيمر بيها لابد أن احنا ندرك الانعكسات على هذه الشعوب ومن ثم أن تراعي هذه الدول الكبرى المتقدمة مبدأ العدالة المناخية أو مبدأ العدالة الاجتماعية حتى بين كل شعوب العالم أن هذه الشعوب لها الحق في الحياة يعني اللحظة يجبوا تقولوا ده جانب إنساني لكن مربوط بأنهم مضطرين يعترفوا بده حتى وإن لم يعترفوا سابقا في سنوات سابقة بمؤتمرات كتير لغاية كاب 26 كان الاتفاقيات أو المفاوضات كلها حول اتفاقيات تمهيدية كاب 27 وقرارات أعتقد أنها قرارات كده يعني تطوعية ما هيش قرارات ملزمة ملزمة الإنقاذ الأخيرة لكوكب الأرض والبشرية هو المنطلقات أو التوصيات التي ستخرج عن كاب 27 كاب 27 يعبر عن السياسات التنفيذية على الأرض التي ينبغي أن يلتزم بها جميع الأطراف لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها الحفاظ على درجة الحرارة عند 1.5% وعدم العمل على ارتفاحها في الفترة اللي جاية أهمها مساعدة الدول النامية بالفعل على اتباع السياسات لمصر بتعرضها في استراتيجيتها التخفيف وإلى آخره الأربع الجوانب الاستثمار حتى في الدول النامية استثمار الأخضر الاستثمار الأخضر ده أمر مفروغ منه لما بنشوف التجربة المصرية لا أنا عارض على حداتك في الاستثمارات بس ناخد فاصل كده وناخد نفسنا ونرجع نتكلم تاني إحنا عايزين نفك المصطلحات اللي بسمعناها على مدار الإسبوعين وفرصة وجود أستاذ أحمد معنا النهاردة أنه يعني إيه إحنا عملين نسمع توقيع اتفاقيات بقيمة 500 مليون جنيه مع مصر توقيع اتفاقيات بقيمة أكسو الأرقام اللي بنسمع على مدار الإسبوعين معناها إيه بالنسبالي كمواطن مصري بعد الفصل مرة تانية بنكلم بتجميل حوارنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة سياسة دولية وإحنا النهاردة مش بس بنتكلم سياسة دولية أتكلم سياسة عالمية وهي الدولية التواصل ما بين الدول كنا قبل الفصل بسأل حضرتك إيه الالتزامات اللي نقدر نقول إنها لازم نخرج بيها وبالتالي يمكن يكون ده السبب وراء مد المؤتمر يوم زيادة نقدر نقول كده أربع التزامات كبرى لازم تخرج من هذا المؤتمر؟ الالتزامين الأولينيين ما يتعلق بسياسات التخفيف والتكيف مفيش خلاف عليهم ده الكلام الجميل العلمي اللي تم النقاش فيه على مدار أعمال المؤتمر واللي هنا لازم الحقيقة أنا توقف ونشيد بقدرة المدريتور المصري على وضع أجندة علمية يحترمها الجميع وأن هذه الأجندة تراعي كافة الأبعاد يعني لما نشوفي المحاور التسعة أيام اللي تم النقاش فيهم كل محور فيهم قائم بذاته وقابل للتفعيل تفعيل الحوار إننا سمعك وتسمعيني ونتكلم ونوصل للنتيجة مشتركة بعيدة عن فكرة الرأي الأحادي اللي لازم يفرض على الجميع وقدرة على طرح نجوم من الأكاديميين المصريين المتخصصين في فروع هذا العلم الجديد اللي الناس كتير ما تعرفش عنه واللي الناس بعيدة عنه إنما فيه رؤى تتعلق بالاقتصاد بالاجتماع بالزراع بالبيئة بالطاقة مصر قدمت نجوم في هذا المجتمع قدروا يعني يكونوا جادرين خير السفير طبعا جادرين بتمثيل الدولة مصرية وقدمنا ده أنا حيث أتحدثك بقى وهل قدمنا ما تم بالفعل على الأرض يعني مصر دخل مؤتمر المناخ وهي عندها مشروعات كبرى في مجال الطاقة حصل الكلام على ده طبعا حضرية كنت برضو قبل الدخول لأ احنا بنقول في الفصل يا جماعة كلام صدقوني حلوة جدا نعايزين نستبقى معين كان فيه حياة كريمة صح نعم كان فيه نمازج للإنجازات بتاعة المشروعات القوامية الكبرى الأخرى اللي تمت على الأرض المصرية ده في الجرين زون طبعا مش في البلو زون وحضرية كنت هناك وشفتيه وقدرت حكومي على مدى تنوع الأنشطة احنا بنتكلم على 156 جناح ما كانوش متوفرين حتى في جلاسكو كان في جلاسكو فيه حوالي 70 جناح أو 72 جناح تتكلمي على الدعف تتكلمي على الدعف تقريبا عندنا هنا في الجرين زون اللي الدورة المصرية نظامتها واللي من خلالها مش بس عرضت يعني عرضت لي القدرات البشرية والإمكانيات لدى الانترابرنير المصري رواد الأعمال المصريين ولكن أيضا لرواد الأعمال في القرى الأفريقية وقدرت تشوفي نمازج لشباب مصري لديها قدرة على الابتكار ويمكن أنت خليتي الروبوت بيتجول وبتشوفي إزاي عقل مصري قدر يقدم خدمات تتناسب مع البيئة اللي المصريين كانوا لازم يفهموه واللي كان لازم نقوله لهم ونأكد عليه أنه كل ما تم من مشروعات قومية كبرى طوال الفترة اللي فاتت تم وفقا للاشتراطات البيئية الدولية حتى بما فيها مشروعات النقل والموصلات وإلى آخر الأسفلت الكباري التصميمات مصر ملتزمة بمخرجات مؤتمر المناخ حدرك عايز تقول لنا من قبل ما نستضيف لأنه ده مرتبط بالاستراتيجية اللي الدولة المصرية حطتها وفقا للاستراتيجية التنموية 20-30 استراتيجية مصر 20-30 أهداف التنمية المستدامة اللي هم فيهم السبعتاشر هدف الأمم المتحدة الدولة المصرية في كل المشروعات التنموية اللي اشتغلت فيها على الأرض بتراعي هذه الأبعاد البيئية في كل المشروعات اللي اشتغلت فيها طب الدولة المصرية بتعمل ده ليه لأن احنا بنتكلم عن التنمية المستدامة اللي هي هدفها المواطن المصري في المستقبل مش بس المواطن المصري النهاردة ومن ثم الدولة المصرية وهي بتبني ده هي رايحة بتعمل هذه المشروعات عشان تؤمن لهذا مواطن في المستقبل الأمان المناخي الأمن القومي المصري يرتبط بكل هذه الأبعاد تهديد مكون من مكونات أمن المواطن اللي هو الكور النهائي للأمن القومي هو بمسابة تهديد للأمن القومي كله ومن ثم الدولة المصرية وهي رايحة بتؤمن المناخ لهذا المواطن على المدى البعيد هي دولة تستوعب تماما قدرتها وإمكانياتها لما نرى هذا حتى في الأسفلت التي تم بيستفلاتها كل مشروعات النقل التي تم الانتهاء منها كلها مشروعات طراعي الاشتراطات البيئية يعني بتشوف النقل الزاكي النقل القهربائي القطارات المتروهات الأوتوبيس الدائري المتردد القطار السريع كل دي مشروعات بتراعي الاشتراطات البيئية حدريك شوفتي التمويل اللي جال من الأمم المتحدة وده لازم مصرين يعرفوه مصر لم تصرف مليما واحدا على هذا المؤتمر واتصرفت عليه منظمة الأمم المتحدة وقدمت الدولة المصرية هذا التمويل اللي خلى مدينة شرم الشيخ تستوفي ما يقرب من 80% من درجات البيئة المناسبة نوعية المدينة الخضراء يعني ده كمان تمويل عالمي لشرم الشيخ تحديد كلها مش بس المؤتمر بالزبط أن الدولة المصرية اشتغلت على هذا الملف وقدرة أنها تستفيد وتوفر الدعم الكافي واللازم أنها تقدم مدينة نموذج يعني احنا مقدمين شرم الشيخ بيعتبرها أن مدينة نموذج دينا نحقق فيها لهذه الاشتراطات لما بنبط في باقي المشروعات اللي الدولة المصرية عملتها في مجال الطاقة أنا عايزة أسأل حضرتك عن دول أنا عايزة أقف عن دول بقى لأن أنا ده فعلا اللي كنت بغيرانا بشغولة بقول إحنا مش بس عندنا كل الإمكانات لكن إحنا بدأنا بالفعل من بان؟ أنا عايزة أسأل حضرتك الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية وطاقة رياح وطاقة رياح والطاقة الهايدروجينية والهايدروجين مش أخضر بس فيها هيدروجين أخضر وفيها هيدروجين أزرق المهم أن إحنا لازم نتفهم أن الدولة المصرية وهي ماشية في هذه المساحات هي تدرك تماما أنها تستسمر في المستقبل مش بتستسمر النهاردة بس لما بعمل محطات الكهرباء بتاعتي بتشتغل بالغاز الطبيعي وبتتخلى عن كل ما يلوس البيئة لما بتجهي إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية لما بتجهي إلى الاستثمار في طاقة الرياح أنا بقدم لمواطن مصر في المستقبل الأمان المناخي طب هل مصر اكتفت بده وبس؟ مصر راحت في ملفات أبعد لما حضرتك إحنا بنبتدي نغير في استعادة البيئة لما حضرتك إحنا بنتكلم على حياة كريمة وكانت معاك الضيفة الزميلة العزيزة موصلة حياة كريمة خلينا نقول أن مصر في هذا الإطار بتروح لحياة كريمة هي هدفها الأساسي كمان إعادة الحياة إلى طبيعاتها في هذه البيئة الأولية ومش بس إعادة الحياة إلى طبيعاتها وإنما الاستثمار المستقبلي الآمن بما يرعب كل هذه الاشتراطات ليه؟ لأن مصر ملتزمة من ضمن الاستراتيجية التنموية بتاعتها مصر 2030 أن يكون من ضمنها تأمين البيئة وتأمين المناخ ومن ثم الدولة المصرية أطلقت في مارس اللي فات الاستراتيجية الوطنية الأولى للمناخ أطلقتها الوزيرة دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رجعنا الأدوار البطولية اللي عملها معاني الوزير رئيس المؤتمر سامر شوكري ووزير الخارجية فخلينا نشوف إزاي الدولة المصرية بتشتغل وزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط أنا هيجة أسأل حضرتك بقى عن كل ما بتجيب سيرة حاجة لازم أسأل فيها التعاون الدولي الاتفاقات اللي حصلت اتفاقات كانت أعتقد فوق ما توقعنا من نجاحات إحنا توقعنا أنه النجاح الأكبر أن ننجح في التنظيم أن ننجح في تقديم صورة جيدة للعالم أنه يخرج المؤتمر بالتزامات حقيقية واضحة إحنا كمان نجحنا في جد باستثمارات حقيقية حتى كين نفهم ده حصل إزاي ترتيبه إزاي وممكن نشوف تأثيراته إمتى برضو لأنك وفرت البنية الأساسية الملأمة لمثل هذا النوع من الاستثمار ومن ثم ما كانش مستغرب أن يتزامن مع هذا المؤتمر إطلاق فخمة رئيس عفتاح السيسي إلى منتدى مصر للطاقة الهيدروجينية الطاقة الخضراء وأن تتحول مصر إلى مركز للطاقة الأمنة في المستقبل أحلام مصرية بتنطلق في البداية بصورة بسيطة زي كده بس إحنا بنشوف الأحلام دي بتكبر زي زي منتدى غاز شرق المتوسط ابتدى بمركز القاهرة للغاز وتحول إلى منتدى غاز شرق المتوسط أنت بتتحدثي عن دولة لديها رؤية مستقبلية بتقوم فيها ده الرابط اللي كان لازم يحصل أن لا يوجد مشروع تنموي أو مشروع قومي تم على الأرض المصرية دون تخطيط أن يكون هذا مشروع ممهدا لكل ما يقول في خاطر قائد الدولة الذي يضع هذه الاستراتيجية اللي هو شايف الملفات ويعرف أكثر من الآخر الدولة دي رايحة فين وجاي منين وبالتالي علشان أكون فاهم ده لازم أكون مستوعب أن الدولة المصرية وهي بتخطط كل اللي حصل على أرضها طول الفترة اللي فاتت ما كانش بعيد عنها حلم استضافة مؤتمر المناخ ما جاش فيه من مليلة ولو برضو إحنا لازم نفهم أن إذا كانت هذه المؤتمرات تعقد بصفة دورية ما بين القارة الأوروبية ما بين القارة الإفريقية ما بين أمريكا اللاتينية ما بين القارة الأسيوية لكن في النهاية أن ملف المصر ينجح في الحصول على الموافقة وأن فخامة الرئيس يتشرف بأنه كان يعرضه في كاب 26 وأن يلقى الموافقة والدعم لا ده كمان الدول الأفريقية كانت بتقول كده مصر هي سطنة في كاب 27 وكان فيه تأييد أفريقي عظيم لوجود مصر ليه لأن الدولة المصرية المشروعات اللي هي عملتها طول الفترة اللي فاتت قدرت من خلال الرابط مع القارة الأفريقية مش بس فترة رئاسة مصر لتحد الأفريقية ولكن مصر قسرت كثير من الشوائب التي اعترت العلاقات المصرية الأفريقية طول السنوات السابق ومصر قدرت من خلال فكرة المكسب للجميع وتقديم الخبرات الفنية والإدارية اللازمة واكتساب علاقات السياسية المباشرة والاستثمار في صالح المواطن الأفريقي سد تنزانيا وإلى آخره اللي بتقدمي للمواطن الأفريقي نموذج الدول الرشيد في إدارة تفاعلاتها معاه وبالتالي المواطن الأفريقي بات أكثر ثقة والنظم الأفريقية باتت أكثر ثقة في الدور المصري اللي بيهدف إلى الدفاع عن القضايا الأفريقية العديلية وأعتقد أن هذا تحقق كثير على الأرض لأنه في قب أنا شخصيا حضرت كثير من الفعاليات الهامشية ما نريدش نقول الهامشية هي برضو اتفاقات وإطلاق فعاليات الأفريقية وخليني نقولينه حياة كريمة أفريقيا واحدة من الحاجات الرئيسية مبادرات صحية مبادرات تنموية دكتور النقطة اللي كنت تحريك بتسألي فيها بالتحديد طب هي مصر النجحة ليه في الحصول على كل هذه المزال الاستثمارية مش لأنك قدمت ملف ناجح بس ولكن على أرض الواقع كل الأنشطة والفعاليات التي تمت خلال أعمال المؤتمر شجعت مش رؤساء الحكومات وبس ولكن المستثمر الأجنبي الطبيعي من القطع الخاص على استثمار في المكان المناسب في الدولة التي ستكون هي محور هذه الأمن المناحي الاستثمار وأعتقد أنه زي ما حضرتك بتقول كده هو كمان بيدور على مصلحته أنت عندك سياسات بتشجعه أو شجعته وعندك موقع جغرافي وطاقات يعني دي من حربانية وقدرتي تقدمي المدينة زي ما حضرتك زورتيها وشفتيها المدينة الموديول اللي هو قادر يحكم من خلالها على أن هذه يعني حتى المصريين العاديين اللي راحوا بشرم الشيخ من ستة شهر في خلال ستة شهر شاهدوا شرم الشيخ في صورة مختلفة وده كله بيقول أن المصري قادر على الإنجاز أنه لازم نكون أكثر ثقة في قدراتنا أكثر فهماً للأبعاد التنموية للدولة ما نبصش للحاجة ونبحث عن الحصول على مكسب وقتي الاستثمار يكون في المستقبل نحن نستثمر في البشر خلينا أربط للك كل ده في النهاية عشان نعرف الوقت حضرتك أن إحنا عندنا حاجة أستاذ حضرتك وحارف حتى الوقت الحلق عندنا حاجة في البرنامج الرئاسي لفترة الولايات الثانية اسمها الاستثمار في البشر وده كان الأمر المهم جداً أنه لا يوجد طول الفترة اللي فاتت ولازم ننقل ده المواطن بأمانة وبصورة واضحة كل ما تم طول هذه الفترة هو استثمار في البشر الستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اطلاق مشروع حياة كريمة قرارات الضمان الاجتماعي لمرعاة التغيرات الاقتصادية غير المتوقعة اللي حدثت نتيجة أزمات اقتصادية كبيرة إحنا ما كانش لدينا دخل فيها واللي أخرت كتير من الخطوات اللي كان ممكن الدولة المصرية تصلها على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد التنمية المصرية ودرجات النمو كل ده لازم أزود حاجة في الاستثمار في البشر بعد إذن حدودك الشباب المصري اللي إفرح اللي كان قائم على التنظيم باحتراف شديد إحنا كسبنا جيل من الشباب قادر ينظم مؤتمرات دولية أعتقد إن إحنا في المستقبل ده واحد من المكاسب البي أل بي برنامج رئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وده مش شهادة شخص ولا اتنين إنما هذا البرنامج بيؤحل شبابه في هذه المؤتمرات من خلال هذا الاحتكاك المباشر مع تنظيم جلسات تنظيم فعاليات مع الاحتكاك الثقافي رؤية الآخر لأنه بيما هدهم في مراحل لحقة وإحنا بنشوفهم بيتبوأوا بعد كده مناصب قيادية طاليق بيهم بس بعد ما بيكونوا اكتفبوا هذه الخبرات البرنامج ده بيساعد كثير من الشباب وحقيقي ونموذج وفخر لكل شباب مصر لإحنا شوفنا بقى مش بس شباب هذا البرنامج ولكن العديد من الشباب من كافة المنظمات المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني المصري ومش أي منظمات تانية منظمات المجتمع المدني المصري التي تعج جيدا دورها في تنفيذ الاستراتيجية المصرية لبناء الإنسان المصري مش الاستراتيجية الأخرى التي تتعلق بهدم الوطن أو هدم الإنسان المصري شكراك وده الأصل في العمل الوطني أو العمل التنموي بالأساس يعني أنا بشكر حالك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد ناجي أحمد رئيس تحديد مجلة السياسة الدولية نورتنا شكرا شكرا دكتور دي ومشاهدينا دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسع أشوفكم إن شاء الله على كل خير ترجمة نانسي قنقر